بالفيديو إدارة القناة الثانية دوزام تخرج عن صمتها وترد على الصحافي المغربي ودي عدادة وتكشف عن أسرار لأول مرة شاهد ماذا قالت بعد أن أصدرت إدارة القناة الثانية دوزام قرارا حازما بتوقيف الصحافي ودي عدادة كرئيس تحرير الأخبار اعتبارا من 21 أكتوبر الجاري وذلك بسبب استغلاله لمنصبه لتحقيق مصالح شخصية ترى إدارة القناة الثانية أن مشاركة ودي عدادة في العديد من الفعاليات المدفوعة خارج إطار القناة دوزام سواء كمنسق للندوات أو مقدما للسهارات والفعاليات يشكل تضاربا في المصالح وتزداد حدة هذا التضارب مع استضافة بعض الشخصيات المشاركة في تلك الفعاليات ضمن نشرات الأخبار بالقناة سواء بصفتهم منظمين أو رعات وجهت إدارة القناة استفسارا رسميا إلى دادة حول استغلاله لإسم دوزام لتحقيق مكاسب شخصية من خلال أنشطة خارجية ما اعتبرته القناة انتهاكا صارخا لقيم المهنية والاستقلالية التي يجب أن يتحلى بها الصحافيون العاملون في القنوات العمومية من جانبها انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار دوزام بتوقيف ودي عدادة عن تقديم نشرات الأخبار وإعفائه من مهامه كرئيس تحرير وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن هذا القرار تزامن مع تشكيل تنسيقية نقابية داخل القناة ووصفت الرسالة التي تلقاها دادة من مدير الأخبار بأنها انتقامية وخالية من المبررات القانونية كما اعتبرت أن هذه الرسالة تكرارا للمراسل السابقة التي تلقاها في يوليوز الماضي تتهمه بالمشاركة في مؤتمر أثناء فترة إجازته وأفادت مصادر إعلامية أن إدارة القناة أبدت استياؤها من تكرار مشاركة دادة في مؤتمرات وفعاليات مقابل مبالغ مالية معتبرة حيث استغل منصبه الإعلامي كوجه معروف للقناة في تلك الأنشطة